سوف تستقر الأسعار وبالتالي المواطنين لن يكونوا بحاجة للذهاب إلى الأسواق مع الإشارة أنه سوف تكون لدينا خطة أيضاً من عملية ارتفاع بعض الأسعار ربما نضمنها في البطاقة التموينية وفق حاجة المواطنين وبذلك نعمل على عملية استقرار دائماً إن شاء الله في الأسواق شيخ حسن يقول المواطن يا بابا بعد ما يحتاج يروح للسوق المفردات البطاقة التموينية هتأمن كل شيء لماذا تبحك؟ طيب خلاص بعد ما نروح للسوق وزير التجارة هيأمن لنا البطاقة التموينية ويقول قوت المواطن خطة أحمر ماير والله أشترك لي ماذاك أنا جل أهترام وتقديري للأخ دكتور علاء وزير التجارة بس يعني مواطن ما يذب للسوق أنت شو لم يسويه؟ يعني طلعنا يعني أنا بس أتساءل يعني معاني الوزير الله يخليه أخوي الغالي حبيبي يعني المواطن ما يروح للأسواق أنت شو مقدم له؟ بالله عليك أنت مقدم شو نمقدمه؟ يعني مقدمة تقدم له ما عرف والله تقدم له هذه القوطية معجرون كل شهرين يعني شو؟ يعني أنت فاتح جمعيات أو فاتح موالات على ما محصول بدولة الإمارات وقطر وسلطنة عمان أنه يجي المواطن يطب على الكي كارد ياخذ ونهاية السنة إذا أرباح تتوزع رجل دا يقول إحنا حنوفر كل المفردات مع البطاقة التموينية لكل المواطنين يعني إحنا والله العظيم يعني هل أنه يعتبرون الشعب ساذج؟ والله هذا مصيبة يعتبرون ما نعرف والله ماذا أدري أنا حتى دماء من ذلك يا أخوان يعني أحشوا بمنطق الأنصاف أنت اليوم وزير من تطلع تقول مواطن ما يروحوا لأسواق بعد لحاي واكفة هاي صعبة الزين السمن بالله صعبة والله ببالي شغلات دعت يا راح من عندك يعني أنا يا أخي إذن يقول لك وزارة التجارة تعلن تخصيص 100 مليون دولار أنا لا دع أسعى لعبر قناتك أي للأخ دكتور علاء أسعى لالتجارة أنت تنطي كل شهرين أو شهرين ونص تنطي كل ثمانية كيلو طحيل أنا أسألك بالله أسألك بالله أسألك بمقدساتك أسألك بضميرك أمام كل شعب العرام إذا زوجتك تستخدمهم يعني تخبزهم بالبيت خلناك شعوره في اللغة العامية زين إذن يكفنك اللي تأخذهن إذا أنتو نفرين أو ثلاث نفرات تسليم 24 كيلو على مدى شهرين إيش قد يكفنك بالبيت طيب شو ما رح تروح للأسواق الأخ معالي الوزير طيب أنت شنو اللي مقدمة يعني يعني أنت اليوم وزارة التجارة اليوم مقصرة بشكل كبير جدا هيتو شوني اليوم على أنتم قدمين لا لا لهنا كافي